وفي ذات التوجه أكدت قيادة عمليات صلاح الدين للحجد الشعبي إصابة أربعة مقاتلين من اللواء الحادي والخمسين بانفجار عبوة الناس فخلال مشاركتهم ضمن قوة نفذت عملية أمنية واسعة في جزيرة صلاح الدين وشاركت بالعملية قوة من قيادة عمليات صلاح الدين للحجد واللواءين الحادي والثلاثين والحادي والخمسين ومديرية مكافحة المتفجرات والكتبة الرابعة لمقاتلة الدروع وقوة من الجيش العراقي بإسناد طيران الجيش عيث عفرت القوة على أنفاق وعدد من العبوات تم تدبيرها بالكامل وتهدف العملية لتأمين المناطق الواقعة شمالي غرب المحافظة وتطهير المناطق الوعرة لمنع تسلل العناصر الإرهابية